كان الكلب ينظر إلى مصر في المجاري كل يوم ولكن عندما فتحوه وجدوا مفاجأة أذهلت الجميع وأصابتهم بالهلع تدور أحداث قصتنا في هذا الفيديو في تركيا وهي قصة واقعية حركت مشاعر الكثيرين إن أغلب البلدان والمدن مليئة بالكلاب المشردة والتي لمأولها وعادة ما يعطف عليه من ناس والمرة ويمنحونهم الماء والشراب هذا الكلب بطل قصتنا كان أمره عجيبا في يوم وقف الكلب ذو الفراء البني أمام متجر اللحوم يتابع بعينيه قطع اللحم التي يشتريها المرة بجوع حقيقي وعندما خرجت سيدة تسمى أني كانت قد اشترت لحما وخرجت من المتجر ولكن الكلب المسكين الجائع تتبعها وهو ينبح نظرت أني إليه وفهمت أنه جائع فأخرجت قطعة لحم تمنحها له توقعت أنه سوف يأكلها على الفور ولكن لدهشتها أخذها الكلب وابتعد عادت أني إلى منزلها وتجاهلت الأمر تماما وتناسته وفي اليوم التالي بينما كانت تسير في نفس الطريق رأت الكلب مجددا والذي فور أن رآها جرى في اتجاهها وهز ذيله كما لو كان يطلب منها طعما فأحضرت له أني بعض الطعام الجافي من متجر الحيوانات ولدهشتها أخذه وابتعد أيضا ومجددا تكرر الأمر في اليوم التالي وهو ما أثار حيرتها فعلا فإلى أين يأخذ الطعام ولماذا لا يأكله في وقته قررت أني أن تقوم بتتبعه لمعرفة السبب ولدهشتها وجدت الكلب يقف أمام الصرف الصحي ويسقط طعاما من فمه إلى ذلك المصرف واندهشت أني للغاية وقررت أن ترى ما الموجود داخل الصرف الصحي ولكن فور أن رأت الموجود أصابها الهلع واتصلت فورا بالمطافئ بعد نصف ساعة وصل إثنان من رجال المطافئ ومعهم طبيب بيطري وعندما حاول الاقتراب بين المصرف نبح الكلب عليهم بقوة فقرروا طمأنة الكلب أولا لكي لا يتحرك من المكان قدموا له بعض الطعام وتدخلت آني للمساعدة وبعد عدة محاولات نجحت في سحب الكلب بعيدا عن الصرف الصحي والذي كان يبدو أنه يحرسه ويحرس من بداخله فتحرجوا للإطفاء المصرف وأخرجوا من داخله مفاجأة أذهلة الجميع حيث ما كان بداخله ليس جروا بل قطة صغيرة للغاية أخذها الطبيب البيطري الذي كان قد جاء مع فريق الإنقاذ ولم تكن هذه هي القطة الوحيدة حيث كان معها أخواتها أربع قطة صغار لا أحد يعلم ما الذي أوصلهم لهذه الحالة ولكن غالبا الأمطار جرفتهم فوقعوا بداخل ذلك الصرف الصحي أما الكلب الطيب عثر عليهم ولم يتمكن من تركهم بدون طعام فكان يتقاسم أي طعام يحصل عليه مع الصغار ويقوم بحراستهم لقد كان كلبا طيب القلب وهو خنون لم يتحمل رؤيتا صغار بهذا الوضع فقرر مساعدتهم بطريقته عندها قررت أني تبني القطة والكلب أيضا فقد شعرت أن هذا مقدر لها فقد تقاطعت سبلهم وهي لن تدير ظهرها وتبتعد أبدا وانتقلوا جميعا إلى منزل أني وعاشت أني مع عسرتها الجديدة والكبيرة في سعادة وحب إلى هنا أيها الأصدقاء تنتهي هذه القصة قلوا لي هل أنقذتم حيوانا من قبل أو رأيتم شيئا شبيا بما قدمناه لكم اليوم أخبرونا أسفل التعليقات